قصة حب إن جمين السوريين سلاف باو خرجي وواق الرمضان تعتبر واحدة من أشهر قصص الحب في الوسط الفني العربي فعلى مدار أكتر من 20 سنة رسم الزوجين لنفسهم في عقول وعيون جمهورهم صورة رومانسية جميلة وده على الرغم من انفصالهم الأول سنة 2002 وفي الوقت اللي صراحت فيه سلاف إن الانفصال كان ضروري علشان يدركوا إن محدش فيهم يقدر يعيش من غير التاني رجع الاتنين وصدموا جمهورهم بانفصالهم لتاني مرة واللي جه بطريقة رومانسية عكست حبهم رغم الخلاف عيش معنا في رحلة رومانسية قصيرة عن بداية قصة حب سلافة وخرجي وواق الرمضان وهل فعلا إعلان الانفصال يعني نهايتها؟ كل ده نعرفه في فيديو النهاردة كميا غريبة اتولدت بين سلافة وخرجي وواق الرمضان مع أول مرة يقابلوا بعض فيها في كواليس مسلسل الجمل سنة 1999 الأول ارتاحوا البعض واتطور الوضع لصداقة وبسرعة حصلت الشرارة واعترف واقل لسلاف بحقيقة مشاعره نحيتها ومفيش أيام كانت الفنانة هي كمان مش قادرة تسيطر على مشاعرها ووفقت على طول على عرض الجواز منه على الرغم من إنها كانت لسه بتدرس جنون الحب ووصل واقل إنه يروح بيتها ويطلب إيديها من أبوها من على الباب حتى رفض إنه يدخل من قبل ما يسمع جوابه مدلوش فرصة يفكر وقال له إنه هيسرخ ويلم على الجيران لو مدلوش رد بالموافقة في الحال وفعلا وافق أبو سلاف واتجوز واقل وسلاف وعزموا فراحهم أقرب أصدقائهم من نجوم سوريا وقتها بس للأسف حصل موقف بوز لهم فراحهم لدرجة إن النجمة السورية صرحت بإنها ما حاولتش ولا مرة تشوف فيديو سفافها على واقل اللي مر عليه أكتر من 22 سنة وده بسبب الموقف اللي كانت بطلته الفنانة السورية كاريس بشار الموقف حكت سلاف وكواليسه وقالت يوم عرسي جات كاريس مع صديقة تانية ليها وما كانوش معزومين لإني ما كنتش أعرفها وما فيش أي علاقة ما بينها وكانت متفقة مع حد يجيب لها على مكان الزفاف قالب جاتو وإس فجأة خدت السفل المفروض أقطع بيه قالب التورتة وبدأت هي وصديقتها اللي دخلت معاها مع أي اتنين تلاتة كده كأنهم بيحتفلوا بعيد ميلاد داخل القاعة وبقيت أنا وائر والحضور في حالة صدمة وزهول والدة سلاف كانت بتترعش من صعوبة المنظر كل نجوم سوريا وقتها كانوا في حالة زهول ولما روحت العروسة والمدة سنة كاملة كلما تحط دماغها على ما خدتها تعيط كبنت ضاعت فرحتها في أكتر يوم المفروض البنت بتفرح فيه وده بسبب موقف ما لهاش أي يد فيه غير إن كاريس قررت يوم فرح سلاف إنها تنتئم من واحد كانت على خلاف معاه وكان حاضر السفاف وكان حاضر الزفاف صمر الجواز سلاف وائل كانت ولدين هم حمزة وعلي وفي 2004 فشل الزوجين في مواجهة أول عاصفة في حياتهم الخاصة وقرروا الانفصال وفي الوقت اللي تقال ساعتها إن سبب الانفصال هو خيانة وائل لسلاف مع كاريس بشار نفت سلاف الكلام ده خالص وقالت إنهم انفصلوا لإنهم كانوا صغيرين وبيتخنقوا كتير وما كانش فيه بينهم تفاهم فترة انفصال سلاف وائل استمرت حوالي 3 سنين وعن المرحلة دي من حياتهم قالت الفنانة عمري ما تمنيت إن دا يحصل بس بعد ما حسيت إن فترة الانفصال دي كانت ضرورية لإنها خلتنا ندرك قد إيه كل واحد فينا محتاج التاني دلوقت علاقتنا بقى فيها نطج وعمق أكتر من فترة البداية سنة 2020 وجهة سلاف أزمة قوية في مشوارها المهني لما تعرضت لموجة انتقادات قوية بسبب البوستر الدعائي لمسلسل شارع شيكاغو واللي ظهرت فيه في وضع تقبيل مع الفناني السوري مهيار خضور واللافت بقى إن جزها اللي كان بيشارك في نفس المسلسل هو أكتر واحد دافع عنها حتى قال إنه هو اللي صور الصورة دي وده طبعا ما حصلش بس هو حاب يبين قد إيه هو مقتنع بشغل امراته وفخور به صورة العيلة الجميلة اتقطعت في إبريل 2022 لما أعلنت سلاف بشكل مفاجئ عن انفصالها عن وائل والغريب إن حتى الانفصال كان بشكل رومانسي بقصيدة كتبتها الفنانة السورية وقالت فيها وقال بكما يقال ينخلع ليس بيدك وليس بيدي إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ما ليس نحب المفاجأة اللي فجرها وائل بعد فترة من إعلان الانفصال إنه عايش مع سلاف لحد دلوقتي في بيت واحد وأكد إنهم ما انفصلوش بشكل رسمي على الورق ووصف الوضع اللي هم فيه بإنهم في حالة دراسة بعد فترة كبيرة من الخلافات والمشاكل والدراسة دي ممكن تنتهي بإنهم يرجعوا البعض أو ينفصلوا بشكل نهايي في نفس الوقت قالت سلاف إن الانفصال مش بينفي الحب وإن شاء الله لآخر العمر سوا تفتكروا قصة الحب القوية دي هتقدر تعافر وتكمل برغم خلاف النجمين ولا لا؟